بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية السرير في المنام للفتاة العزباء والمتزوجة فإذا رأت الفتاة العزباء السرير في المنام فهذا يدل إلى اقتراب موعد زواجها من رجل ذو منصب مرموق وشأن رفيع في المجتمع وإن كان السرير في المنام ذو لون أبيض فهذا يدل أيضا على اقتراب زواجها من شخص ذو منصب هام ومرموق ومكانة ذات شأن رفيع في المجتمع أيضا ويدل أيضا السرير الأبيض في المنام على امتلاء حياتها بالراحة والاستقرار والهدوء والابتعاد عن العديد من ضغوطات الحياة لفترة طويلة وأما بالنسبة للمتزوجة فإذا شاهدت السيدة المتزوجة السريرة في المنام فإن هذا يرمز إلى قوة الترابط والحب الشديد فيما بينهما أي بين المرأة وزوجها وإذا وجدت المتزوجة السريرة في المنام غير مرتب فإن هذا ينذرها بالكثير من المشاحنات والخلافات أو المشاكل التي تحدث بينها وبين زوجها وإن وجدته ذو لون أبيض فهذا يدل على قوة العلاقة العاطفية التي تجمعها بزوجها وإن كانت مريضة ووجدت أنها تجلس على السرير في المنام فهذا يدل على اقتراب شفائها من جميع الأمراض والأسقام والبلايا في المستقبل العاجل وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وشكرا لكم على المتابعة